أيسر وأسهل طريقة لمعرفة اسم من سحرني ولا نقصد بذلك الساحر الذي باشر عليك السحر حقيقة وإنما نقصد به ذلك الإنسان الخبيث الذي أخذ اسمك وأثرك وذهب به إلى الساحر كي يدبر لك عنده سحرا في الخفاء يدمر به حياتك ويضيع به مستقبلك رجلا كان أو امرأة حلقة في غاية الأهمية وسيتركز الحديث فيها بأمر الله تعالى حول ثلاثة عناصر رئيسية العنصر الأول ما الفائدة من معرفة اسم من سحرني العنصر الثاني كيف أعرف الذي سحرني اسما وشكلا العنصر الثالث ما الذي يجب علي فعله عند معرفة من سحرني وهل ذلك الكشف يفيد الظن أم يفيد اليقين والآن نبدأ في العنصر الأول على بركة الله تعالى ما الفائدة من معرفة اسم من سحرني مبدئيا يا جماعة الخير ستعرف الذي يكيد لك ثم تتقيه وتتقي شره وتأخذ حزرك منه يا جماعة الخير باختصار شديد أغلب الذين يدبرون لنا الأسحار هم من أقاربنا ومعارفنا ما فيش حد بعيد عنك هيروح يملك سحر ما فيش حد ما يعرفكش هيروح لساحر ويتعب نفسه ويكلف ويدفع فلوس عشان يعمل لحضرتك سحر لا اسألوني أنا أنا الذي وسط المعمعة والله الذي لا إله غيره 99% من الذين يدبرون السحر هم من الأقارب والمعارف وفي ناس أنت حتفاجئ بها زي اللي عملوا الكشف ده بعد ما عملوه ناس يعني كانت في صدمة وكانت في زهود إزاي فلانة دي تعمل لي سحر دي حبيبتي وأريبتي وقرتي وبتقيل وبرح لها وبناكن مع بعض وبنشرب مع بعض والكسرين أيوة برضو واحد تاني يستغرب إزاي فلان ده هو اللي عمل لي السحر ده عمل جاري وحبيبه وصحبه واخوه وعمي وخالي والله الذي لا إله غيره أكثر الأسحار منتشرة إنما هي منتشرة بين الأقارب النهاردة البنت بتسحرها خليتها وبتسحرها عمتها وبتسحر حمتها وأحيانا براتي الإبن بتسحر لحمتها وأخذ بالك إزاي وأحيانا الست نفسها بتسحر حمتها وبتسحر إخواتها وبتسحر يا حني العملية ملخبطة على الآخر طيب فأول ما تعرف الإنسان اللي سحرك خلاص انت بقى ما عدتش تروح له أو حتى لو هتعمل نوع من أنواع المدراهة تروح له بس مش هتكل عنده ولا تشرب هتحصل نفسك منه كويس لا يا جماعة الخير محدش يتكلم في الموضوع ده والله ما عرفت الإنسان الذي دبر لك السحر لها أهمية كبيرة في ذلك الباب نيجي بقى للنقطة المهمة اللي هي العنصر الثاني كيف أعرف الذي سحرني إسما وشكلا خلي بالك الكشف بتاعنا ده إنما هو كشف منابي يعني أنت هتعمل كده طريقة معينة سأذكرها لك الآن بعدها مباشرة سيأتيك الذي سحرك في رؤية منامية يعني ليه يا مولانا يكشف لك عن نفسه طب هو يعني هيكشف عن نفسه ليه قدام يعني ليه هيفضح نفسه لأ هذا تسخير من الله تبارك وتعالى طب يا مولانا ده رؤية منامية ما هو ممكن يتدخل فيها الشيطان ويلبسني مع أي حد لا تنشغل أبدا من هذا الأمر معمول حسابه بأمر الله تبارك وتعالى الأول خلينا نتفق إن هي رؤية منامية ممكن يجيك في المنام صراحة يقول لك أنا عملت لك سحر وممكن يجي واحد تاني يقول لك خلي بالك فلندا أعمل لك سحر الواحد ده ممكن يكون حي وممكن يكون ميت ولو كان ميت درجة اليقين فيه أكثر لأن الميتة قد مات وبان وانكشف له كل شيء وهو في دار الحق ونحن في دار الغرور يعني أنت ممكن بعد ما تعمل الكشف المنام اللي احنا هنعمله بالطريقة التي سأذكرها في هذه الحلقة دي بأمر الله تبارك تعالى ممكن تشوف حد من الأموات يجي يقول لك خلي بالك فلندا أعمل لك سحر أو خلي بالك فلانا ده هي اللي عمل لك سحر هنا درجة اليقين أعلى يبقى إحنا قلنا إيه ممكن يجيك حد من الأموات يبلغك ممكن حد من الأحياء ممكن اللي عمل لك ودبر لك السحر نفسه هو يجيك وقول لك كده صراحة أنا عملت لك سحر وممكن تأتي الرؤية لو حصل الكشف يعني بطرجة أخف ممكن تأتي الرؤية عن طريق المواراة يعني إيه المواراة؟ يعني أنت بعد ما تعمل الكشف ده تشوف واحد ماشي معك في طريق مظلم هو اللي عمل لك السحر اللي ماشي معك ده تشوف واحد مسافر وانت مسافر معاه هو اللي عمل لك السحر ده تشوف مثلا واحد بيأكلك واحد بيعطيك حاجة تشربها برضو هو ذا اللي عملت لك السحر بعد ما تعملي مثلا الكشف يا أختي تشوف واحدة مثلا في البنام بتجهز لك أكل أو مثلا مشي انتو هي في صحراء أو مشي في طريق انتو تيهين برضو هي ذا اللي عملت لك السحر رؤية دي قات بطريق المواراة والمتاراة طيب الآن هي الصورة أو بعض الصور والأمثلة التي سنعرف بها أو التي سيأتي بها من سحرنا طيب كيف يا مولانا أصلا نجري هذه الطريقة كل ما ستفعله حبيبي في الله أنك قبل أن تنام تكون طاهر الكلام ذا ينطبق رجلا كان أو امرأة على الجميع يعني لا يختلف فيه أحد إن شاء الله حتتوضع ثم تصلي لله رقعتين بنية قضاء الحاجة بعد كده تجلس على سجادة الصلاة ومعاك المسبحة بتعبك وتورد عليها الاستعازة واحد وسبعين مرة هي الاستعازة يا مولانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم يا مولانا واحد وسبعين مرة طيب ليه الاستعازة يا مولانا حتى تحصن نفسك مبدئيا من الشيطان لأن زي ما قتلك احنا مش عايزين الشيطان يتدخل في الرؤية لأن الشيطان ممكن يلبسك مع حد من أحبابك ويكون مظلوم مباريء ولسه إن شاء الله هنتكلم يعني هل الرؤية دي تفيد اليقين أم الظن أم هي درجة بين اليقين والظن احنا نسميه الظن اليقين كله ده إن شاء الله هنتكلم عنه الحلقة دي مهمة رجاء ما حدش يفوتها والله ما قصت مشاهدة فيديو ولا الحاجات اللي في الماكم إنما يعلم الله تبارك العالم ما نريده إلا الإفادة للجميع طيب عشان الشيطان ما يلبسناش مع حد من أحبابنا يلبس علينا الأمر وبعدين يتشكلك كده في صورة واحد من أحبابك وانت طبعا تاخد منه موقف وتعمل معاه مشكلة وحكاية فعايزين الأول نحصن نفسنا من الشيطان الرجيم الوضوء أولا سلاح تحصيني ثم بعد ذلك نستعيز بالله من الشيطان الرجيم واحد وسبعين مرة العدد يا مولانا إلزامي مش إلزامي أنا بأوله كل الأعداد التي سأذكرها والتي ذكرتها قبل ذلك في حلقات سابقة وفي هذه الحلقة ليست إلزامية لأن الإلزام لا يأتي إلا بوحي وبنص شريف الإلزام بيأتي فقط من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مثلا من حمد الله سلاسة وسلاسين وكبره سلاسة وسلاسين وسبح سلاسة وسلاسين دبر كل صلاة أهل العدد ده إلزامي ثلاثة وثلاثة مرة بتاع الحزب أهل ثلاثة وثلاثة مرة سبحان الله ثلاثة وثلاثة مرة الحمد لله والله أكبر أخير بالك إزاي ده إلزامي عشان جهد من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما العدد اللي أقول له لك أنا لا مش إلزامي عايز تزود عليه زود عائل ستزود عائل ستزود عائل سناء أصعننا أصلا ما كنتش تقدر يعني الله مال إيه فيديت ومولانا أنا أنقل لك تجربة مشايخي وتجربتي حبيب في الله أنا دائما أقول إن المجربات هذه دليل إثبات الشيء الذي جرب وأكى بنتيجة على أرض الواقع غير الشيء الذي لم يجرب وأخذ بالك إزاي فالقصة إننا أنقل لك تجربتي فقط إنما يعني ما تخذش كلامي على أنه إيه نص موحى به ولعياذ بالله تمام إذن قلنا الاستعاذة من الشيطان الرجيم 71 مرة ثم بعد ذلك سنقرأ سورة الفاتحة مرة واحدة بالله عليك امشي على نفس الترتيب اللي أنا ماشي عليه بالضبط الأول طبعا ستتودأ تصلي الله ركعتين قضاء حاجة ثم بعد ذلك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 71 مرة ثم بعد ذلك تقرأ سورة الفاتحة مرة واحدة ثم بعد ذلك ستقرأ قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ 71 مرة حتقرأ الآية دي برضو 71 مرة أي مشهورة معروفة كلنا حفظينها في سورة النمل إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ثم بعد ذلك سترفع يدك إلى ربك تبارك وتعالى بقلب خاشئ ويقين صادق وتدعو بهذا الدعاء تقول اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك حبيبي وسيدي يا رسول الله اللهم عرفني من سحرني وبصرني به واكشف لي عنه في رؤية منامية يا رب العالمين تاني الدعاء مرة تاني اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله اللهم عرفني من سحرني وبصرني به واكشف لي عنه في رؤية منامية يا رب العالمين ثم بعد ذلك تختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تقول وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الدعاء دام ولانا حنقولك مرة زي من تعاوز كتر منه على الأدل ما تقدر أنا مش هلزمك بعدد لي عشان يكون بينك وبين ربنا يقين وصفاء وإخلاص ما يجود به قلبك ونفسك أخذ بالك إزاي كلمتين تلاتة مش كتار هم هتصلي على سيدنا النبي في الأول اللهم عرفني من سحرني وبصرني به واكشف لي عنه في رؤية منامية رب العالمين بس ادعب كتير على قد ما تقدر لما حتنام بأمر الله تبارك وتعالى كما قلت لك سترى رؤية منامية على صورة منصور التي ذكرتها لك في هذه الحلقة طيب أخر حاكة قبل ما نختم برضو مهم جدا فما تفوتها هاش هل الكشف دا مولانا يفيد اليقين أم يفيد الظن أم هو درجة بين الظن واليقين حبيبي في الله لا شيء يفيد اليقين إلا رأي العين خلنا نتفق مبدئيا ما فيش حاجة تفيد اليقين إلا رأي العين إنك تكون شفت حاجة بنفسك أصلا إي يعني يقين يعني أنت متأكد أن الحاجة دي حصلت مية في المية متأكد أن الشخص دا هو اللي مثلا عمل لك السحر بدسبت مية في المية دا يقين وهذا لا يأتي إلا برأي العين يعني تكون شفته مثلا هو بياخد أثرة بيسرق حاجة من البيت عشان يروح بها للساحر أو مثلا إنت تكون شفت مثلا رملك حاجة في البيت أو رشيلك مية قدام عاتب بيت الباب أو القصة دي حاجة شفتها بعينك لي تفيد اليقين أما الرؤية المنامية لا تفيد اليقين لا تفيد اليقين لكن إن تمت بهذه الطريقة بأمر الله تبارك وتعالى فإنها تفيد الظن اليقيني اللي هو أي يا مولانا يعني شبه تأكيد يعني مرحلة بين الظن واليقين ينفع نعتمد عليها آه ينفع تعتمد عليها بس في إيه في اتخاذ احتياطاتك من الشخص مش أكتر من كده يعني ما تروحش تتخانق معاه ولا تعمل مشكلة ولا تبسك في تلابيبه هم تقولوا أنت صحرتيني لا عندنا مثل في الصعيد يقول لك الحرام بشيلته يعني إيه الحرام بشيلته يعني النهاردة لواحد مثلا أخذ السريقة دي وأنا مسكت بيها خلاص ده حرام اتماسك متلبس لكن ما ينفعش أنا مثلا أشوف واحد في الحلم إنه هو سرقني أخي البارك وبعدين أروح أشتكي في الإسم وقول ده آخر مني وكذا حبت لو كانت الحاجة جديئة غابت مني فعلا وروح على مثلا ده يعني سرقني والقصة دي وأول ما تسأل هناك طب إيه الدليل شفت حاجة أقول له ده أنا شفتها في الحلم لا لا إنما هي تفيد إيه يا مولانا تفيد شبه يقين أن هذا الإنسان فعلا هو الذي سحرك وهو الذي دبر لك السحر وكما قلت له خصوصا إن كان التنبيه من ميت وعليك أن تأخذ حذرك منه لا تكل عنده ولا تشرب ولا تاخد حاجة من إيده ولا تخليه يجي عندك البيت واخذ راحته في أختي بالأخوات حكت قصتها قبل كده إنها كان فيه واحدة جارتها على ما اعتقد مش فاكر بالضبط قريبتها ولا جارتها المهمة كانت حبيبتها وبتروح عندها كتير والقصة دي وبعدين راحت عايزة تعمل لها سحر وبعدين الأخت طبعا كانت تعطيها الأمان وشايفها يعني واحدة زي نفسها وراحت عندها البيت وقالت لا مثلا عايزة أشرب أو قامت تعمل لها حاجة تأكلها فقالت لا طبعا عايزة أروح الحمام فيد الحمام دخلت الحمام عايزة تاخد أي حاجة من أسارها فليهت أعزك الله خصلات الشعر كانت الأخت دي غالبا مصرحة شعرها ونسيت خصلات الشعر في الحمام أو في المشط فأخذت خصلات الشعر وراحت للساحر وعملت لها سحر دمر حياتها دمر حياتها وتعرفت بفضل الله تبارك وتعالى بعد ذلك وهي أقرت على نفسها بعدما القصة تكشفت يعني طيب ما نخلي بالك ما احنا المفروض برضو نخلي بالنا وخلي بالك أخطر سحر أخطر سحر السحر اللي بتعمل على الشعر على خصلات الشعر سواء كان شعر رأس أو شعر مناطق أخرى عزك الله وده بيكون أبشع طب مولانا هو في المناطق الأخرى دي بحيوصلوا له إزاي الأزواق الأزواق بيوصلوا للمناطق دي وأنا يعني بحكي الكلام ده عن وقائح حقيقية والله وكان واحد يعني مستحن نتكلم لكن بس عشان نبصر الناس ونوعيها وحدة عملت لجوزها عمل أنه هو ما كانش بتخلف منه مش عايزة يتجوز عليها فعملت له عمل ما تجوزه والله العظيم يا إخوة عملت له العمل على شعر أعزك الله من عانته اللي هو الشعر المتجمع فوق العورة أخذ بالك إزاي فأهو بص إحنا عايزين بس يعني القصة نخلي بالنا خلي بالنا وخلاص ناخد حزرنا والله تبارك وتعالى قال لنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حزركم إلى هنا تكون انتهت حلقتنا إلى هذا اليوم أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتهم يوم أن نلقاه أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر